مصطفى ما الذي ترصده وتابعته على مدار الأيام الماضية فيما يخص التفاعل العادي من الشباب من المواطنين المصريين العاديين غير المختصين في مجال البيئة حجم الاهتمام الذي أظهروه حجم انخراطهم أصلا في قضايا تخص مكافحة التغيرات المناخية أو على الأقل وقف التدهور الجاري فيها نعم يعني بالنسبة للشباب الشباب المصريين الذين شاركوا في عديد من الفعاليات سواء كانوا من المهتمين بالملف البيئي أو غير مهتمين هناك تعاون وإقبال كبير على المشاركة داخل هذه الفعاليات سواء كانت هذه الفعاليات أيضا داخل أروقة كوبتوينتي سيفن وقاعات الاجتماعات أو داخل هذه المنطقة الخضراء التي تواجدنا بها خلال الأيام الماضية لرصد فعاليات أو الاستعدادات التي تجرى تمهيدا لفتتاح هذه المنطقة الخضراء إذا ما تحدثنا عن المشاركة الشبابية فبكل تأكيد فإن الشباب الذين رأيناهم على مدار الأيام الماضية هناك تعاون كبير ما بين الشباب وأيضا قوة قوة حماسية نظرا لتنظيم جمهورية مصر العربية لهذا المؤتمر العالمي الهام على أرض مدينة شرم الشيخ المصرية الشباب المصري المتواجد يؤكد على أن هذا المحفل العالمي الذي يقام على الأراضي المصرية هو قوة إضافية لمصر يضع مصر في مكانة عالمية في الوقت الحالي بالرغم من ظروف الاقتصادية التي تعاني منها كثير من الاقتصاديات العالمية لذلك المشاركة الشبابية سواء كانت بالعمل التطوعي من خلال عديد من المنظمات والمؤسسات